اشتركوا في القناة وقال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها رواه البخاري عن بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهر على إله إلا الله أشهر على إله إلا الله أشهر على محمد رسول الله أشهر على إله إلا الله أشهر أن محمد رسول الله أشهر على إله إلا الله حيال الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري عن إسحاق بن منصور قال أنباءنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه رواه النسائي عن قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي وريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة رواه البخاري عن يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس قال حدثنا بن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري عن محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركه رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثبود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميد الله أكبر 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 مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم ممكرون فرغ إلى أهله فجاء بعجله سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة ميطين مسومة عيد ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانه المبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما اتذر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعاتوا عن أمر ربهم فأخذته الصعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق جل قوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى دار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقان عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإذن ما كن من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عيدهم خزاء ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عيدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم له الإله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصاقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظدموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى شمدنا فتدلى فكان قاب خوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رآه نزلة أخرى عيد سدرة المنتهى عيدها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه نزلة أخرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا لؤلا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم محن فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر بسم الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولئنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 ومن الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرث خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون والسابقون والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلتم تفكهون فغلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله بمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله بمن حمد سمع الله بمن حمد السلام عليكم سمع الله بمن حمد 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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماء والأرض يولج الليل في النهار ويولج النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور من السماء والأرض ينزل من السماء إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقت باسم نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم ملكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذليتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة قدوات سعيهم نحو العلا أشرقوا كالشمس في قلب السماء زيانوا الدنيا بهدي المصطفى فاستنارت أرضهم من الضياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صاحبه سلامت سليما كثيرا حديثنا اليوم عن صلاح الدين الأيوبي وصلاح الدين الأيوبي أشهر من أن يتحدث عنه بنوع من التفصيل أو التعريف فهو اشتهر بين الناس حتى أنه إذا اشتد بهم الكرب ورأوا الأحوال العامة التي تمر بها الأمة كثير منهم يتحدثون نتكلم يعني يتمنى لهذه الأمة أن يكون فيها أمثال صلاح الدين كل هذا لمعرفة الناس بدور صلاح الدين رحمه الله في تحرير القدس ودوره في إحياء الأمة في مرحلة من مرحل التاريخ لكن قبل أن ندخل في الحديث عن صلاح الدين نريد أن نتكلم شيئا ما عن الظروف التي أخرجت صلاح الدين المقدمات التي كانت سببا في أن تتولد عندنا شخصية مثل صلاح الدين أولى هذه المقدمات في الحقيقة هي المصائب التي تمر بها الأمة يعني أحيانا الناس تضيق بما يحدث أحيانا من شدة مع أن هذه الشدة قد تخفي الكثير من الرحمة يعني صلاح الدين الأيوبي في الحقيقة إنما نشأ في ظروف استولى فيها الصليبيون على بلاد المسلمين يعني اجتمع الصليبيون على مشروع واحد وهذه من العجائب ونحن دائما نذكر دائما أن أهل الباطل بكل تناقضاتهم في كثير من الأحيان يجتمعون ويلتقون ويعني يتوحدون على كلمة واحدة بينما أهل الحق يختلفون وكثيرا من الأحيان يكون الخلاف بينهم خلافا في أولويات بل ربما أحيانا يكون نوع الخلاف يعني ربما خلافا لفظيا لو جلس الطرفان وسمع كل منهم مقالة الآخر لربما توافقا لكن في كثير من الأحيان أهل الحق يبحثون عن نقاط الخلاف التي بينهم أكثر مما يبحثون عن نقاط الوفاق الظروف التي عاش فيها صلاح الدين كانت بداياتها بذلك التمهيد الطويل للحروب الصليبية حروب الصليبية لم تأتي اعتباطا أو لم تأتي هكذا دون ترتيب المسألة كان لها تخطيط طويل بدأت في الحقيقة بنوع من الخطاب الديني أوجد مشروعا موحدا لأهل الصليب وهذه نحن الآن عندما نتكلم على أهمية الخطاب الديني واحتياج الناس إلى أن يكون هناك خطاب ديني يجمعهم ويوحدهم وينشر الوعي بينهم ويريهم أماكن الخطر نحن نتكلم على أولا أن هذه رسالة الله عز وجل وهذا هو الواجب الذي أمرنا الله عز وجل به عندما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف بل جعل وسطية هذه الأمة وخيريتها إنما كانت في قيامها بهذا الواجب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بمعروفة تنهون عن المنكر الأمر الآخر لأن الخطاب الديني في الحقيقة هو نوع التعبئة المعنوية إذا صح التعبير التي تحرك الناس في الاتجاه الذي يريده صاحب الخطاب ذلك نحتاج إلى خطاب راشد وخطاب واعي وخطاب معتدل وخطاب يقوم على ثوابة الشريعة وخطاب يعني يقوده أهل العلم المنصفين أهل العلم والعدل والرحمة هذا الذي نتكلم عنه النصارى أو الصليبيون اجتمعوا لما قام البابا أوربان الثاني أو أوريان الثاني فأراد أن يوحد أهل الصليب وأصحاب مذهبه الكاثوليك في ذلك الوقت يجمعهم حول مشروع واحد المشروع هو أن يتحرك الناس من أوروبا إلى بلاد المسلمين إلى أرض العسل كما كانوا يقولون وأرض الخير وأرض التي يعني ينمو فيها تنمو فيها كل الخيرات وتوجد فيها كل فرص الحياة خاصة أن أوروبا قد كثر فيها الرؤوس وكثر فيها القادة ووجود تقافة الإقطاع أوجدت نوع من الصراعات العائلية بين العائلات فتنقسم هذه الممالك وتنشطر إلى ممالك صغرى وربما يحدث الكثير من الفتن فأرادوا تصدير مشاكلهم كما يقال اليوم بلغة السياسة إلى الخارج وأن يقللوا تلك الإشكاليات التي توجد في أوروبا فقام هذا الرجل واستغل هذه الظروف وقام بنوع من التعب المعنوية لتجيش النصارى للانتقال أو للتوجه إلى بلاد المسلمين طبعا الصورة العامة أو الشماعة العامة التي استخدمها أن المسلمين يهينون قبر المسيح وهذه كما يقال من المضحكات المبكيات إذا صح التابع يعني لو فكر هؤلاء قليلا لعلموا أن المسلمين لا يؤمنون أصلا أن المسيح قبر وأن المسيح عندهم أصلا حي ورفعه الله عز وجل إليه كما جاء في القرآن لكن مشكلة الغوغاء ومشكلة العامة ومشكلة أهل الجهل عادة أنه كلما رفعت لهم راية اتبعوها دون أن يعرفوا حقيقة هذه الراية وحقيقة هذه الخطاب وحقيقة هذا الشعار الذي رفع يعني هم عبئوا من باب الانتقام للمسيح والغيرة للمسيح لأن المسيح يهان في بلاد المسلمين غير أنهم اتهموا المسلمين في ذلك الوقت بأنهم يقتلون الحجاج الذين يأتون إلى بيت المقدس وغيرها من التهم هذا من جانب إثارة المشاعر الدينية والتعب الدينية والعاطفة الدينية هذا من جانب استغله هذا الكاهن أو هذا الراهب أو هذا البابا في إثارة الناس ثم تحرك من وجهة أخرى النصارى يؤمنون يعني دائما تقوم ديانتهم على مسألة الغفران والاعتراف والتطهير وأن يحمل غيرهم عنهم الذنوب وقصة التعميد وغيرها من المسائل التي توجد في التقافة النصارى فأحدث هذا البابا شيء أصبح من التاريخ اليوم لكنه يرين عقلية الناس عقلية هؤلاء الناس أحدث شيئا أسماه سكوك الغفران وسكوك الغفران أن الإنسان يعطى ورقة هذه الورقة تدخله الجنة الذي يسلمها له هو البابا وأنه يكتب هذه الورقة باسم الله عز وجل وهذا من الضلال وهذا من الكذب على الله عز وجل لكنه أيضا استعمل في تعبئة الناس كل من سيذهب إلى بلاد المسلمين ويقاتل في بلاد المسلمين سيعطى سكا من هذه الصقوق وأن حتى ما كانت له من عقوبات حتى دنيوية لو قام بجريمة أو كذا فإنه يعفى عنه المهم أن ينتقل إلى بلاد المسلمين ليقاتل هذا أيضا استعمله في التعبئة استعمل خطا آخر أيضا في التعبئة وهو أن الملاك والرؤوس كما قلنا تكاترت وكثرت فتنازعت على الأرض فأراد أن ينقلهم أنه ستذهبون إلى أماكن فيها مساحات شاسعة تستطيعون أن تتملك وبهذا حرك بعض الأمراء وبعض الحكام وبعض من يريدون أن يتملكوا الأرض فهو حرك العام بخطاب الذي نريده من هذا أنه استطاع إذن من هذه الفسيفساء الخطابية إذا صح التعبير أن يجمع الناس على مشروع واحد صاحب باطل طريقه ودينه أبطله الله عز وجل ونسخه بدين الإسلام طريقة الخطاب نفسها فيها الكثير من التصنع والكذب لكن مع ذلك استطاع أن يجمع الناس ثم وفق أو استطاع أيضا أن يستعمل رجلا في تلك الفترة وهو المدعو بطرس الناسك وهذا الناسك يعني أظهر شيء من التنسك وشيء من الزهد وقالوا أنه كان يدور يعني يتجول في المناطق على حمار اللهوة وأنه كان يتقلل من الدنيا ويظهر الكثير من الزهد وكان حماسي الخطاب إذا صح التعبير فاستطاع أن يجمع حوله الكثير حتى أنه كانوا يسيرون وراءه بالآلاف وهو يسير من منطقة إلى منطقة إذن هذا كان هو التمهيد لما يعرف الحروب الصليبية قابله نوع من الإغماء ونوع من الغيبوبة في العالم الإسلامي ربما لم يستيقظ المسلمين إلا بعد عشرات السنين هذا صحة عليهم ابتدأت بحركة عماد الدين زينكي وكيف أسس حاول أن يجمع جملة من الولايات فدأها بولاية حلب وغيرها من المدن حاول أن يشكل منها شيء تصبح كالقوة الضاربة التي ينطلق منها لمحاربة النصارى ونجح فعلا أن يأخذ بعض حصونهم لكنه قتل رحمه الله قبل أن يكتمل مشروعه ليتولى نور الدين زينكي بعد ذلك الاستمرار في المسيرة إذن في هذه البيئة أو في هذه الأجواء توحد أهل الباطل من جهة وتنازع أهل الحق من جهة الاستنفار الذي حدث في الغرب النصراني مع هذه الغيبوبة التي كانت في واقع المسلمين ظهر أو نشأ صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي تقلب أو عاش هذه المراحل كلها أدرك نور الدين زينكي وعاش في ظلاله انتقل إلى مصر في مهمة مع عمه أسد الدين شيراكوه ذهب للمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة التي استقر فيها في مصر واستوزر العاضد اللي هو الملك الخليفة الفاطمي إذا صح التعبير في ذلك الوقت استوزر أسد الدين ثم توفي أسد الدين فكان الوزير هو صلاح الدين واستقر صلاح الدين في مصر ويسر الله عز وجل له أن أبطل الخلافة الفاطمية عبر جملة من المراسم وهنا أيضا نطرح سؤال كيف يقبل صلاح الدين أن يكون وزيرا لملك لخليفة فاطمي باطني يعني يعلن الكثير من الكفر وينشر الكثير من الكفر في بلاد مصر وكيف يصبر على تلك الرسوم أو تلك النسك وتلك العبادات التي كانت تنتشر في مصر وهو كان وزيرا للعاضد ومع ذلك لم يستطع التغيير في بداية الأمر لم يبطل الخلافة الفاطمية إلا بعد سنوات من توليه للوزارة أو على الأقل بعد سنة ونيف من توليه للوزارة استمر على رسم الدولة الفاطمية وعلى مسيرة الدولة الفاطمية صلاح الدين الأيوبي يعني تدرج في تغيير واقع مصر بأنه أنشأ المدارس وأنشأ المعاهد وحاول أن يغير من عقلية الناس وحاول أن يغير من ثقافة الناس ثم انتقل بعد ذلك إلى إبطال الخلافة وهذا الأمر أيضا صار فيه بتدرج فأولا يعني دعا للخلفاء الراشدين ثم انتقل إلى إبطال خلافة العاضد في آخر الأمر الذي يعنين من كل هذه المسيرة هو ما هي السمة التي وفقت صلاح الدين أن يضع الله عز وجل له كل هذا القبول وأن يعني يسر له ما لم ينجح فيه عماد الدين زنكي ولا نور الدين زنكي نور الدين زنكي أعد حتى المنبر الذي يريد أن يصلي فيه في القدس لكنه لم يستطع أن يكمل هذا المشروع ووفق الله عز وجل صلاح الدين وكان هو الذي فتح القدس بعد معركة حطين ودخوله بعد ذلك للقدس ما هي السمات الرئيسية التي وجدت في صلاح الدين ربما كانت من أسباب التوفيق له في هذا المشروع يعني المؤرخون ومنهم ابن شداد وهم من من عاصر صلاح الدين رحمه الله ذكر جملة من الصفات تلفت النظر في صلاح الدين فذكر مثلا حفاظه على الصلاة وأنه كان شديد التحفظ في هذا الأمر وأنه كان يداوم على الطاعة وذكر أيضا من الأشياء التي كانت تلفت أنه كان يستقرئ القرآن كان يحب أن يسمع القرآن على الدوام حتى أنه كان في مجالس الليل يسمع الجزء والجزئين والثلاثة والأربع وكان يعني يختار من الأئمة من كان عالما بالقراءة ومن كان يعني يستطيع أن يتأثر بقراءته ويسمع القراءة من أجل أن يعيش مع القرآن من أجل أن يتلذد أو يشنف سمعه بالقرآن وبآيات الله عز وجل لكن ربما الصفة الأهم والسمة الأهم التي ذكرها أيضا من شدان أن صلاح الدين كان كثير الإفتقار إلى الله عز وجل كثير التضرع إلى الله عز وجل كثير حسن الظن بالله عز وجل يعني أنه على كل ما يشتد الخطب يقدم حسن ظنه بربه عن سوء الظن بربه وذكر قصة الأمثلة كانت كثيرة لكن نحن سندكر هذه القصة أنه بعد أن فتحت القدس وبعد أن تملكها صلاح الدين الصليبيين حاولوا أن يعيدوا حملة أخرى لاستعادة القدس والاستعادة تلك الممالك التي استولى عليها صلاح الدين وأرسل صلاح الدين الجواسيس فعلم أن الصليبيين جادون في هذا الأمر وأنهم جاءوا بأعداد كبيرة وأنهم عازمون على استعادة القدس فجمع الأمراء فكان رأي الأمراء أن يخرج صلاح الدين من القدس حتى إذا استهدفت القدس لا يكون هو في داخلها ويكون هذا سبب بعد ذلك أن يعيد الكرة لإنقاذ القدس ولإنقاذ ممالك المسلمين بعد ذلك لكن صلاح الدين رحمه الله كان يرى أنه لو خرج من القدس وهذه تعطينا أنه واحدة من صفاته حبه للقتال والجهاد والمجالدة والصبر وأنه لا يريد أن يكون في آخر الصفوف كان يرى أنه لا بد أن يبقى في القدس وأنه لو خرج منها لربما انفرط عقد الأمراء ثم كان لا يريد أن يفضل نفسه على جنده في مثل هذه الواقعة ففضل أن يبقى في القدس وأن يقارع الصليبي لكنه في ذات الوقت لحسن ظنه بربه استشار هذا ابن شداد ماذا نفعل؟ فقال نصحه ابن شداد نصيحة عمل بها صلاح الدين كانت سببا في أن رفع الله عز وجل البلاء عن القدس ودفع عنه مجيء الصليبيين ابتداء قال أن غدا سيكون يوم جمعة فهو ابتداء كان هذا الأمر في آخر الليل فتركه ابن شداد لينام لكنه لم ينام وعندما رجع إليه قبل صلاة الفجر قال أنه شعر بالافتقار إلى الله عز وجل والدعاء له وكذا وأنه عاش حالا من الخشوع والتقرب إلى الله عز وجل قل أن يعيش مثلها ثم أيضا في صبيحة الجمعة اغتسل صلاح الدين كما قال له ابن شداد وقضى صبيحته إلى صلاة الجمعة وهو يصلي ثم بين أذاني الجمعة صلى ركعتين وقال أنه اجتهد فيهما في الدعاء حتى أنه ابتلت لحيته من دموعه رحمه الله ثم صلى الجمعة فجاءت الأخبار بعض الجمعة أن النصارى قد اختلفوا أنهم تغير رأيهم في المجيء إلى القدس وأنهم اختلف بعضهم في بعض لأن بعضهم كان من ألمانيا فاختلفت قومياتهم وآراءهم في مسألة الدخول إلى القدس فتفرقوا في الصحراء ودفع الله عز وجل شرهم فالذي يعنينا من هذا أنه كيف استدفع كان يقاتل بجنده لشك وكان يخطط للقتال بلا شك وكان يصابر في القتال بل أنه كان محبا للجهاد منفقا في سبيله حتى قال القائل لو حلف الحالف وأنه ما أنفق درهما إلا في الجهاد في سبيل الله لبر قسمه يعني لو كان قلنا أن صلاح الدين كل أمواله كان ينفقها في سبيل الله لما كذب القائل كان صلاح الدين يعني من انشغاله بأمور الجهاد حتى أنه حصل أنه نوع من التقصير حتى في صيامه فقضى كان ربما يتراكم عليه رمضان من كثرة انشغاله بالمعارك رحمه الله كل هذا لعيشه في أجواء الجهاد لكنه أيضا ربما مما وفقه الله عز وجل به وكتب له هذا القبول ربما هذا الافتقار وهذا التفاعل وحصن ظنه بربه جل وعلا وكثرة افتقاره إليه ودعاؤه له هو الذي ربما فتح له أبواب مغلقة يعني غلقت على غيره وفتحت له ونحن نقول هذا لأننا للأسف يعني كثير من من وصد لهم الأمر لا هم يعني أقاموا أسباب الدنيوية وعايشوا السنن كما ينبغي وقارعوا الباطل بوسائل الدنيا الصحيحة أو الوسائل التي ينبغي أن تستعمل بحسب قانون الدنيا ولا هم افتقروا إلى الله عز وجل وذلوا بين يديه ورفعوا أيديهم إليه من أجل أن يرفع عنهم يعني لا من الدين كما نقول ولا من الدنيا صلاح الدين رحمه الله استعمل الأسباب في القتال وأعد الجيوش وقارع النصارى في المواقع وأيضا كان بينه وبين ربه يخضع لله عز وجل ويذل له ويفتقر إليه ويدعوه بالليل والنهار أن يستدفع عنه شر عدوه وأن يوفقه لما يحب ويرضى نعود فنقول نأسف أن أهل الباطل يجتمعوا في مشروع موحد كما اجتمع هؤلاء النصارى الذين ذكرناهم في الحروب الصليبية في حين تفرق أهل الحق حتى صلاح الدين لما أراد أن يواجه النصارى يعني وقفت له مدن بأكملها كدمشق وغيرها وكما أن عماد الدين زنكي قبل ذلك قارعه المسلمون قبل أن يقاتله النصارى وهذا ما حدث أيضا مع نور الدين زنكي أهل الباطل يجتمعون كما يجتمعون اليوم وأهل الحق يتفرقون أو متفرقون كما تفرقون